قبل بس ما اتكلم عن اي شيء انا عايز اتكلم مع حضراتكم عن مباراة مباراة النادي الاهلي وتعادلوا امام فيوتشر دائما عندما يكون عندك وجهة نظر اي مدير فني في الدنيا لما يكون عنده وجهة نظر بيحاول ان يطبقها من خلال ايه؟ خلالنا بس نتطفق الاول ان ما فيش مدير فني عايز يخسر صح او لمصح؟ ما فيش مدير فني في العالم عايز يخسر فما بالك بمسيباني المدير الفني للنادي الاهلي اللي وراء سبعين تمانين مليون اهلاوي بيشجعوا النادي الاهلي وبينتظروا نتيجة مباراة الاهلي في كل مباراة بيلعبها فده الاساس اللي احنا بنتكلم فيه ان ما فيش مدرب في الدنيا عايز يخسر اطلاق مهما كانت الظروف ومهما كانت المؤثلات ومهما كان عفوا اي شيء فيش مدرب في الدنيا عايز يخسر تمام؟ اتفقنا على دي وانا متأكد ان جمهور النادي الاهلي دائما ما يكون واعي لمثل هذه الامور فعشان كده مش هطول فيها كتير خلاص موسيباني حط التشكيل اللي من وجهة نظره من وجهة نظره موسيباني ده اللي كان كاسباني السوبر الافريقي من كام يوم بالمناسبة يعني ده لبعض من لا يشجع النادي الاهلي فموسيباني حط التشكيل اللي من وجهة نظره هيكسب به مباراة فيوتر طيب موسيباني عليك انا هاخد كلام الناس او كلام حضراتكم او كلام بعض من جمهور النادي الاهلي وبعض من لا يشجع النادي الاهلي دخل وقالك ايه قالك اصلا موسيباني الشط الاولاني ما كانش عامل المباراة وكان الملعب معووج وكان الملعب التشكيل لم يكن جيد وامور من هذا القبيل طيب موسيباني عمل كده لو جيت تحسب المباراة هتلاقي الشط الاول طبعا انا عارف نتيجة المباراة تنتهي في نهاية المباراة انا عارف كده كويس جدا ولكن نتكلم مع بعض شوية الشط الاول كانت النتيجة 1-0 وبالتالي اذا 100% نجاح او 90% نجاح لموسيباني في الشط الاول اللي ما كانش عاجب الناس التشكيل بتاعه ولما عدل لما عدل التشكيل بناء على رأي الناس او رأي الجمهور في الشط التاني دخل فينا جنو وتعادلنا واحد واحد صح ولا مس صح كلام ده اللي تقالم بارح كلام ده اللي كان على سوشال ميديا وكل ما حد تقعد مع حد يقولك نفس هذا الكلام وبالتالي هل موسيباني كان عايز يخسر يا جماعة موضوع بسيط جدا موضوع لا يحتمل ان احنا نقعد نقول اصلي موسيباني اصله مدرب مش عارف ايه اصله كذا 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 موسيباني واحد من افضل المديرين الفنيين اللي موجودين في مصر وفي افريقيا حاليا اللي لم يكن الافضل اللي لم يكن الافضل وبالارقام دايما دايما لما بنيجي نتكلم مع حضراتكم ما بتكلمش ان انا بقولك كلام وخلاص لا لا ولكن لغة الارقام لا تجذب لغة الارقام لا تجذب وبتعكس دائما الحقيقة مهما كانت الامور ومهما كان الاعتراضات ومهما كانت الدنيا ولكن لغة الارقام لا تجذب ولا تتجمل